كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقين كسرنا كم حفظنا من رزم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ده امتحان الوحدة الرابعة احنا نظمنا في المراجعة ان شاء الله بعد كده يعني هنعمل على كل وحدة امتحان مستقل قبل كده قلنا بنعمل كل وحدتين او كل ثلاث وحدات لحد ما وصلنا حد الوحدة الستة الامتحانات دي موجودة لو عايز توصلها هتلاقيها تحت في الوصف ولو ما عرفتش توصلها تواصل معايا باي طريقة تعجبك بموبايلي باستخدام الواتساب كلمني تواصل معايا كما تشاء ان شاء الله طيب تعال بقى نشوف كده ان شاء الله الامتحان ده الامتحان زي ما تفقنا على الوحدة الرابعة يعني كل الاسئلة اللي حضرتك هتقابلها دلوقتي على الوحدة الرابعة آآ اول سؤال بيقول لي يعني بيقول لك يا لم تستخدم اسمها الحقيقي هي استخدمت اسما مستعارا للاختيارات طبعا instead of instead because of only اكيد انت حاسد بالمعنى هو بيقول لك ان هي لم تستخدم اسمها الحقيقي بدلا من ذلك استخدمت اسما مستعارا وبدلا من ذلك زي ما انت عارف اللي هي طب ليه ما انا اخدش يا مستر هقول لك حضرتك باختصار بيجي قبلها الطرف الاولاني وبعدها الطرف التاني. اصل معناها بدلا من انت بتقول لي ايه بدلا من ايه. ده معنى كان ممكن تقول طب انت في الجملة هنا بتقول هي لم تستخدم اسمها الحقيقي هي بدلا من ذلك استخدمت اسما مستعرم. بدلا من ذلك يعني. انا شفت اتنين من الاشخاص بيسرقوا فلوس من البنك ده. طبعا انت عارف ان المفروض هي الاجابة الصحيحة طب ليه مستر? هقول لك فانت بنجيب بعدها الحاجة اللي انت خدتها في ايدك وجريت. هم اخدوا في ايدهم وجريوا الفلوس. عشان كده هناخد طب مستر مش المفروض البنك ده مكان فالمفروض نقول رب هقول لك دي اللعبة اللي انا حضرت السؤال ده عشان خاطرها. انت المفروض كان ممكن تقول الجملة دي بطريقة من الاتنين. الاورانية اللي هي اصلا بيها السؤال. الطريقة التانية I saw two persons rubbing the bank. فرب بنجيب بعدها المكان اللي سرقنا منه. لو انا سرقت الشنطة بتاعتك خدتها في ايدي وجريت فهاقول لك I stole your bag. طبعا انا سرقت الالم من الشنطة فده معنى اني ما خدتش الشنطة نفسها هناخدت حاجة من الالم من الشنطة فهاقول لك I rubbed your bag. يعني باختصار لو حد قال لك سلام عليكم I rubbed your bag. ده معنى اني شنطتك مكانها. انا خدت منها حاجة. الجملة number three. her son in the first two years ago. انت عايز تقول ان من الاختيارات يعني كده ان ابنها فقدة. ضل طريقه في الصحراء منذ سنتين. تعالوا ناتفق على مبدأ. ان كلمة يتوه او يضل الطريق ممكن نستخدمها باشكال مختلفة. باربع اشكال مختلفة. ورا ولم واكتبوا راية. اولانيا انك تقول get lost. التانية انك تقول be lost. او go missing. او انك تقول lose his way. طيب. وفقا طبعا للزمن اللي انت هتختاره. انا قدامي في الجملة دي بيقول لي her son. اه بيقول لي her son آآ in the first two years ago. فالمفروض ان هو two years ago ده ماضي وبالتالي هنقول got lost اللي هي دي. طيب ام تقول تاني? got lost was lost went missing او lost his way. الاربعة هيكونوا صح والاربعة بنفس معنا. وتعالى نشوف الجملة number four. آآ بيقول لي my new school is a kilometer from my house. طبعا انت عارف ان مع الكيلوميتر والكيلو جرام والحاجات دي بناخد هاف ا مباشرة. ودي هاف قدامك. طب ليه ما انا اخدش هاف ما ينفعش مع الكيلو متر والكيلو جرام والحاجات دي كده ما ينفعش ناخد معها انت بتقول هاف ا كيلو ميتر. الجملة الخمسة نوقت ايت ميت. الجملة دي عايز تقول فيها ان كل الاسود بتاكن لحمة. كلمة كل حاجة من ثلاثة. اول ايتش افري. بداية انت عارف ان افري بيجي بعدها اسم مفرد فبالتالي افري ما تنفعش. وكذلك ايتش بيجي بعدها اسم مفرد فما ينفعش. عشان كده هنقول اول لايونز. وعايزك تعرف ان اول لايونز بتساوي افري لايون. على طول. الجملة ستة اي تينك زيس كور از عمرز او موناز. واحد بقول لك انا اعتقد ان العربية اللي وقفة هناك دي عربية عمر او عربية مونة. فانت قلتولي لا يا عم لا هي دي ولا دي. ده عربية اية. لا دي ولا دي. بالاخر كده اسمها نيزر. فانت بتقول نيزر يعني لده ولده. طيب اه الجملة نمبر سافن. I will do I can to make you cry. وطبعا الوجه الحزين ده عشان ابين لك عنف الجملة يعني. بقول لك انا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اخليك تعيط. في مصطلح كده يريد تحفظه اسمه all I can. يعني كل ما بوسعي. all I can يعني معناها كل ما بوسعي. سافعله كل ما بوسعي. نمبر ايت. I know will that there is a train two hours. انا عارف كويس ان في قطار كل ساعتين. مع الحاجات اللي فيها تكرار خد دايما ايفري. اقول لك واحد بيجي زورنا كل اسبوع فناخد ايفري. كل خمس دقايق فناخد ايفري. كل تلاتة ايام فناخد ايفري. وهكزا. انت عايز تقول الجرس ده بيرن كل تلات دقايق فتستخدم ايفري. وتقول ايفري three minutes. طيب الجملة number nine. I didn't admire of the teams both were bad. بص انا ما حبيتش ايا من الفرق كلهم او الفريقين يعني كانوا سيئين. والله انت مادم بتقول هما الفريقين الاتنين. فعشان كده هتقول I didn't admire either. طب مستر مش انت بتقول لي ما حبيتش ما اعجبتش. ففيها نفي فالمفروض ناخد نيزر هقول لك. لو الجملة من فيها خد ايفري. طب لو انت عايز تاخد نيزر قول I admired neither. تاني كده I admired neither. او I didn't admire either. آآ طب مهنان دي بتيجي في النفي يا مستر هقول لك ايو بتيجي في النفي بتدي معنى نفي بس هما لو تلات حاجات. لما يكونوا اتنين خد نيزر او didn't مع ايزر. طب لهم اكتر من اتنين خد none. طيب وفي جملة جاية على نن في الامتحان فبلاش نحلق الاحداث. number ten. as an ambassador. كسفير he spent nearly his life abroad. كسفير فانه قضى ايه? يعني تقريبا ايه من حياته في الخارج? كسفير فانه قضى كل حياته في الخارج. عشان كده هناخد. طب ليه ما اخدش مع هوي. انا حافظ كويس ان نيرلي دي بتيجي مع دايما نيمستر هقول لك السؤال ده لما يتصار كان الهدف مني يضحك عليك في حتة زي دي. احنا متفقين او احنا عارفين ان لما يكون في نيرلي ناخد ونميزها مناخدش مكانها ولكن انت عارف كويس ان دي بنجيب بعدها الاسم مباشرة من غير فاصل. فاقول لك وهكذا من غير ما يكون في النص فاصل. والموضوع ده لو من اخبطك اسمع شرحي في القاعدة على القناة. هتلاقي الموضوع ان شاء الله بسيط بالنسبة لك. المهم يعني تقريبا قضى كل حياته. في رقم احداشر. هو كطبيب فانه بيقضي كل دقيقة في المستشفيات. والله كل دقيقة دي مفرد فعشان كده هناخد طيب. في اكل معانا سمك ولا لحمة فانت قلت له لسواكل حالا يعني لا دي ولا دي. وعشان كده هنقول نيزر. طب انت بتقول له اي حاجة لو انت عايز تقول له هاتلي اي حاجة سمك لحمة اي اللي هتجيبه يعني فتاخد طيب احنا هنا اخترنا نيزر. طبعا اجابات بتختفي لان البرنامج ده هو نظامه كده. فحضرتك ممكن ترجع تاني بالفيديو لحظة واحدة وتعمل للجزئية اللي انت محتاجها. في السؤال لقم اتناشر. اكيد ان هي عملت ايه في الرقم القياسي فكان ده يوم سعيد في حياتها اكيد ان هي حطمت الرقم القياسي فعشان كده وما لو قالك ده كان اسوأ يوم في حياتها فكنت هتقول والله لو انت حاسس بالملأ كده فانت امشي بطول الشاطئ. امشي على طول. وعشان كده هناخد احذر انك تلخبط بين الونج و الونج لو متلخبط روح لسلسلة ازاي نفرق بين هتلاقيها في الفيديو التاني بالزبط. فاربعتاشر متقول لي مفيش ولا لعب في الدانية دي يقدر يعمل لي ايه? ده انا احسن لعب في العالم. مفيش حد يقدر يتحداني. ويت حتى اللي هي اسمها في خمستاشر. الاجابات هتختفي طبعا فعمل بسرعة بسرعة. لنرجع نكمل خمستاشر. انا ضليت طريقي في الصحراء وبالتالي فريقهم من الناس جاء لي انقاذي. الجملة دي وانا بصيخها كان هدفي ان اخبطك في حاجة. ان كلمة معناها ينقذ بس. طب كلمة معناها ينقذ وانقاذ. وانت بتقول مجموعة من الناس جاء ولين قاذي. فانا عايز اسم عشان كده على فكرة كان ممكن نقول او ايه الفرق يعني? دي حضرتك بنجيب بعدها اسم. عشان كده قلنا في الجملة ستتاشر التحكم في ايه ده اصبح ضرورة او الزاما في المواقف الصعبة اكيد التحكم في مشاعرك اللي هي اموشنز. او انفعالاتك يعني وكده. سبعتاشر الساعة دلوقتي بقت اتنين الصبح يا جدعان. ابني ما زالة اكيد ما زالة يقزانا. فعشان كده هتقول الراجل بيشتكي ان ابنه الساعة اتنين الصبح اللي هي بتيجي بالليل دي والبقى لسه صواحي. فانت بتقول ابني ما زالة يقزانا. اه امتحانك يا ابني الاسبوع الجاي. انت المفروض تعمل احسن مراجعة علشان تجيب احسن درجة. فانت عارف ان يقوم بمراجعة اسمها دوري فيجن. مستر انا مرة للمرات شفتها مكتوبة ميك ريفيجن. هقول لك فعلا في ميك ريفيجن ولكن في فرق. لو انت قلت لي دوري فيجن فده انت بتراجع علشان الامتحان. بتذاكر يعني. لكن دي معناها انك بتعدل بتذاكر او بتقرأ حاجة علشان تعمل فيها تعديل. هو انت حضرتك لما تذاكر كتابك ليلة الامتحان. بتعدل? لما بتعدلش ده انت بتحفز بتصم. فعشان كده بقول دوري فيجن. طب انا كتابت لك مقال وبقولك لو سمحت خد راجعهولي. دي اسمها دوري فيجن ولا ميك ريفيجن? لا اسمها ميك ريفيجن لانك هتقول لي انت عامل هنا اس زيادة وهنا دي المفروض تبقتيه. فميك ريفيجن معناها يعمل مراجعة علشان يعدل. دوري فيجن يعمل مراجعة علشان امتحانه. وربنا يوفقك وكده ان شاء الله. ساعتاشر don't my birthday party. all our friends are coming. اوعد فوت حفلة عيد بلادي كل صحابنا جايين. يفوت مناسبة او يفوت فرصة اسمها مس. بس يترى مين فيهم مس يا مستر? مس اللي هي بالقاية حضرتك. مس دي معناها الاستاذة ومعناها يفوت. طب مس اللي بلقيه معناها فوضى. والراجل اللي هو بيرمي الجزم على السرير ويحط الكتب تحت الارض. ده اسمه شخص فوضوي. في الجملة الرقم عشرين. اللغات دي احسن حاجة في حياتي بحبها. وانا كده فعلا. انا فعلا بحب الانجليزي والعربي. كم واحد دول يا عام? اتنين. ازا ما فكرش في اول دي خالص يا مستر لان اول ما بتجيش مع الاتنين. طيب نيزر? لا نيزر ليه بس يا راجل بس انت بتقول انا بحبهم هما الاتنين يعني مع الموضوع مسبت. وبالتالي هنا اخد بوس. طب ليه ما اخدش افري مع عشان هو قال لك وانت عارف ان بوس دي ان دي. فجلني واحدة وعشرين انا عندي تلات موبايلات ولكنني ما بستخدمهمش. يعني انت عايز حاجة من في خلاص يبقى بوس ما تنفعش اصلا. طب ليه ما تنفعش اصلا بثقة كده وانت واسق من نفسك ما هو انت بتقول لي تلاتة. بوس تيجي مع اتنين فقط. ودول تلاتة. طيب معلش طب ليه مش هاف. والله برضو ما نفعش افكر فيها. انا بقول لك انا عندي تلات موبايلات. بستخدمش نصهم يعني موبايل ونص مسلا. مش منطق. كأنك بتقول لي فيه تلاتة من اصحابي عندي تلاتة اصحابيين. فاقول لك بحب نصهم. ده هم تلاتة. نقسم احمد ونص محمود مسلا. فهاف وبوس. فطبعا بوس ما تنفعش لانهم تلاتة. وهاف ما تنفعش هنا لانهم تلاتة برضو. بقي معايا نن ونيزر والاتنين بالسرعة النابي كده بيجوا في النفي. بس انا عايزك تفهم. نيزر دي بستخدمها في النفي مع حاجتين. فكرا لما كنت بقول لك تاكل رز ولا تاكل عيش هما كم واحدة اتنين. فانا اقول لك نيزر لا دي ولا دي. طب لو ما عايز اقول لك اي حاجة يا عم هات اللي تجيبه يبقى ايزر. طب انا بقول لك تاكل رز ولا سمك ولا لحمة. انت بتقول لي لا ولا دي ولا دي ولا دي. مش عايز ولا واحدة من التلاتة. خلاص يبقى نن. والجملة هنا معناها انا عندي تلات موبايلات ولكنني ما بستخدمهمش. هما كم? تلاتة. ازا نن. طب لو الراجل ده بيستخدمهم كلهم. هنقول بوس? لأ برضو. كنا هنقول قول. لانهم اكتر من اتنين. بوس تيجي مع الاتنين. اتنين وعشرين نيزر نقط نور ديكلاين. ماي انت عايز تقول هي لجاة الحفلة ولا رفضت الدعوة. يبقى ناخد يا تارى مين? تب ليه مستر قلتها بسرعة كده. هقول لك الفاندم انت عارف ان نيزر لما تكون في قاود الجملة بنعامل الجملة على انها جملة سؤال. يعني بنجيب نيزر وبعدين فعلي مساعد وبعدين فاعل. حلو الكلام? حلو الكلام. عايزك تعرف ان نيزر واي لفظة نفي من نفس المنظر. ما انت فكر ان هاردلي وسكيرسلي ونو سونر ودي اي كلمة من الكلمات اللي بتفيد النفي بس انا بقول لك بتفيد مين? النفي. ما تجيش في جملة وتلاقيها مكتوبة وتقول ضحك علي يا المستر. لأ حضرتك معناها لا تنام مبكرا. دي جملة نهي مش نفي. لو متلخبط في الفرق بالاتنين ارجع لسلسلة آآ زي فرق بين. حتلاقي الكلام ده كله فيها. طيب خلاص كده عشان الكلام هيختفي. في الجملة الرقم تاتة وعشرين بيقول لي سارا دي قضت وقتها وفلوسها او انفقت يعني وقتها ونقودها في الفوضي. فعشان كده هي عملت كم حاجة حاجتين فهتقول يعني هي بوزة الدنيا. يعني انت بتقول سارا يعني كأنك بتقول كلا من مالها ووقتها. عبثا. وانت عارف ان دي بتساوي لي. واكيد انت عارف دي. وعارف ان اسم مفرد لا يعد. وان دي اسم مفرد لا يعد. ولو عدناها هيبقى معناها مرة. فاقول يعني مرتين. اربعة وعشرين نقطة. انت عم ممكن تختار اما انك تيجي النهارده او لأ اما او يبقى على طول وانت مغمض عينك. لا دي ولا دي. خمسة وعشرين هما كانوا واحدة حضرتك خلاص انا هنزل لي اختيارات استبعد مين يا مستر انا حافز كده كواسي الكلام ده. وهستبعد لو موجودة. انا قدامي كده وقدامي وقدامي انت بتقول لي الاتنين غلط. يعني ولا واحدة صح. يعني ما نفي ولا مسبة المعنى ده. ما نفي. خلاص يبقى طيب رقم ستة وعشرين بابايا ومامتي يعني هما اتنين وبالتالي هستبعد ما انت قلتيني خلاص حفزتها لان اول دي ما تجيش معها اتنين. وانت لسه ايه اللي حالا في الصفحة اللي فاتت النن ما تجيش معها اتنين. بقي معايا وبقي معايا ايزر انت بتقول واي داية فخوراني بي خلاص يبقى ناخد طب ايزر دي اصلا كده كده عايزة فعلي مفرد فانت كده كده مستبعدها. الجملة رقم سبعة وعشرين. عم يا علي دا عنده تلات تلاتة عمامه يعني. علي عنده تلاتة عمامه. بيزوروه هو فعلا بيفتقدهم. وحشوه جدا. يعني ما بيزوروهوش كده. المثبت اللي ما انفيه المعنى ما انفي. خلاص يبقى انا هفكر في نيزر لو هم اتنين. وفي لو هم اكتر من اتنين. وانا قلت لك هم كان واحد. تلاتة يا عم يبقى نان. طيب ليه ما نقولش بوث يا مستر يا عم اسمع بقى الكلام ما نقولك هم تلاتة بوث بتيجي مع اتنين. طب ما هيقول تيجي مع التلاتة يا مستر والاربعة والخمسة والست فقول لك برافو عليك. وانت بتحل الجملة دي. انت الاول هتستبعد بوث ليه? لانه هم تلاتة. وهتستبعد هاف. طب ليه يا مستر? لان هم تلاتة بني ادمين. يعني انت عندك تلاتة عمامك وانت بتين فهتقول لهم نصهم يعني عمك احمد ونص عمك محمد لا طبعا فهفضي ما تنفعش انت حضرتك هتختار ما بين اتنين بوس او اول تختار مين المعنى بقى اه سوري ما بين اول ونن المعنى هيحدد لك احنا قلنا بوس ما تنفعش لان هما اكتر من اتنين فلو انت بتقول ان هما كلهم بيزوروني خد اول طب ولا واحد بيزورني خد نن والواد ده بيقول لك هما وحشوني جدا وكده فبقى نن لانهم لا يزورونني ولا واحد بيزورني تمانية وعشرين هو عايز يقول لك اتنين جنيه ونص يشتروا لك احسن قلم في الدنيا دي عايزك تعرفها كويس وبعدين اسم جمع فعشان كده نقول اللي هي في الاخر بس انت عارف ان ما تنطقش اسمها كده وشايف صورة البنات دي هنا كده يعني انت بتقول ومش كل الولاد عقبوا ده ده حرام بنت اللي بتشتكي كده يعني بتقول ان مش كل الولاد تمت معاقبتهم وده ظلم ليس عادلا المهم الفكرة في الجملة دي حضرتك والفكرة دي يشكر جدا عليها كتاب معظم الافكار اللي انت شايفها قدامك دي بصراحة يعني موجودة موجودة في كتاب بشكل مستفاض كتاب ده رائع جدا يا شباب وصيكم دي والله العظيم انا ما بشتغل في الكتاب ده انا من كرت موسيط الطلبة بالكتاب ده افتكروا انها شغال فيها المهم ساعة وعشرين عايزك تعرف ان بيجي بعدها على طول ما نقولش بيقول وعايزك تعرف زي الطالب الخربوش دي بتسوي بس انت لو قلت لازم ما تقولش تقول ما انت عارف ان اقول لو جبنا بعدها اسم مفرد فالفعلي مفرد ان اقول لو جبنا بعدها اسم جمع فالفعلي جمع انت بتقول فعشان كده هنقول طيب ننزل على رقم تلاتين انت عايز هنا فاعل والفاعل المفروض تاخد ضمير فاعل او فاعل اسم ايه يعني وكده وبتاع وضمير الفاعل هنا هو زي فعشان كده تقول زي طب مستر انا عارف ان كلمة بستخدمها في الانجليزي ايوة بس انت لو بتكلم على مفعول انت بتقول لي هم اتوا فانت بتتكلم على فاعل من اللي اتا هم يعني هم فاعل فعشان كده تاخد زي لكن بتقول لي بص انا عند اتنين اعمامي ومزبطيني هدايا اي لاف زي اتش وحبهما هم كده مفعول صح عشان كده بتقول زي يبقى في تلاتين احنا خدنا زي لانك عايز فاعل للجملة يا فندم واحد وتلاتين على فكرة الضمائر دي لو انت بتتلخبط فيها في فيديو على القناة شرح الضمائر ارجع له طيب رقم واحد وتلاتين يعني انت بتقول ولا واحد انت بتقول ايه في اصدقائي يعني انت حدث هم اتنين قاعدوا سكتين يعني معنى كده ان هم لم يتحدثوا ما تكلموش نفي ولا اسبات ده نفي والله لو عايز تعبر عن النفي حضرتك فخد نيزر او خد نفي مع ايزر طب تمام هو جاب لايزر كده يعني هو اختصر الموضوع من ناحية تانية فحضرتك هتقول دي دينت سبيك انت باستنى يا مستر ما هو دونت سبيك اهي وانت بتقول لي خد نفي مع ايزر وهي النافي ها هقول لك حضرتك زي كبت ماضي فانت بتقول لهم ما هتكلموش امبارح في الماضي فالمعنى ماضي طيب يعني معنى كده ان هي لو هنا كيب مثلا كنا قلنا دونت عادي وكده تبقى جميلة طيب اقول تانية واحدة تراتين كده لو انت قلت لي ايزر اوف ماي فريند دي دينت سبيك فده معناها زي بوث دي دينت سبيك وده معناها برضو نيزر اوف زم سبوك اخد بالك انا قلت لك نيزر اتنين وتراتين ساندرا سبيكس فلاون انجليش بالمناسبة انت ممكن تقول الانجليزية الطريقة كلمة هنا صفة لمين للانجليش او عادت لغبط وتقول سبيك يتحدث عايزين بعدها زرف فنقول انت ممكن تعبر عنها بطريقة تانية وتقول ساندرا سبيكس او ساندرا سبيكس انجليش نرجع لموضوعنا تاني ساندرا سبيكس انجليزية زي الصاروخ وانا برضو زيها تماما فتقول اللي هي دي طب ليه خدتها بقى من بين الاربعة فاهمني هقول لك انا لو الجملة دي منفية فهتاخد نيزر الحمد لله مسبدة يبقى دي مش معنا خلص طيب طب ليه ما انا اخدش ينفع راجل اي ناخد معاها ضاز عايب عليك انت سمي عام ما ننفعش تفكر في حاجة زي كده طب ليه ما انا اخدش اي دو ما هي اي مع دو اهي اي بتاخد دو فهقول لك الفكرة انك بتجيب وبعدين مساعد وبعدين الفاعل بس بشارة ان الفاعل المساعد يكونوا واكلين مع بعض. تلات وتلاتين زي هما لم يحصلوا على وظيفة ولا انا جبت وظيفة انا كمان استنى انت لسه ايه اللي حالا هنا لنيزر لو الجملة منفية طب ما هي منفية تمام يبقى ناخد ايه ناخد نيزر اربعة وتلاتين وانت شايف الوش الحلو الحزين ده زعلان جدا الراجل ده. بتقول انا سقطنا في الامتحان فالاستاذ بتاعنا كان في حالة من الاحباط يرثى لها. استاذك بعد ما يتعب معك مش شرح كده. وبسالانتك ما تذكرش. فهو بقى بيشعر بحالة من ايه? يقول لك ان هو كان يعني كان في حالة من الاحباط يخربت كده. طيب بعد كده رقم خمسة وتلاتين. بعض القصائد don't have a نقط. don't read them. ما تضيعاش وقتك في قراءة القصائد دي. اصل بعض القصائد ما بيكونش فيها رسالة. يعني ايه? message. تحس ان انت مطلعتش منها بمورال كده. message يعني رسالة. لما تقرق قصيدة عن الموت والحياة ففيها رسالة بتقول لك ايه دا كده انت هتموت في يوم الايام. بمناسبة في فيديو موجود الفيديو التامن تقريبا في سلسلة english bits. بيبين لك الفرق بين die, dead, death وdeedly. على فكرة فيديو مهم جدا وقصير جدا جدا. لو انت مش متابعني تابعني في السلسلة دي هتستفيد منها جدا جدا جدا. بمناسبة كل فيديوهات القناة تحت في الوصف. تحت كده. هتلاقاه في تحت انزل عليها. واعمل لايك بقى وانت هناك بالمر. ستة وتراتين. هما اغنياء جدا. آآ زي بقول لك هما اغنياء ده هما بمبعدوش غير في الفندق الخمس نجوم. شايف الآل جميلة اللي مستخبية دي لازم بعدها يكون الاسم مفرد دايما عشان كده هنقول يعني فندق خمس نجوم. تعال ندخل علي بعدها. في المجملة سبعة وتراتين بقول لك السياح سابوا المركب ومشيوا على الشاطئ. اسمها اللي هي دي. خب لك شورز اللي اغنياء دي معناها شواطئ. وشور دي شاطئ وآ شور برضو شاطئ. فانت بتقول هما ده مصطلح على بعض وكده معناها ان هما نزلوا على الشاطئ وبدأ يتمشي على رجليهم. ستة بتمانية وتراتين في مصطلح كده اسمه للزواج. بص لو انت بتقول ان احمد راح طلب ايد بنت عمك علي. فتقول دي معناها للزواج اللي هي دي. او هتلقبط بينها وبين على فكرة في الفيديو رقم تلاتاشر في سلسلة هتلاقي الفرق بين افتكاسات سواء كل الافلام دي هتلاقها في الفيديو رقم تلاتاشر على القناة. هو لسه ما ترفعش لكنه موجود جاهز. تسعة تراتين دي حضرتك هقول لك عليها تلات حاجات. اولا انفين يعني عبثا. اتنين انفين بتسوي فين لي. تلاتة كلمة فين لوحدها كده معناها متكبر. فاكر الجملة اللي كنا حلينها في سلسلة انجلش في سلسلة جمل في الجول اللي كان بتقول ان هي واز تو فين. تو اسك فور هيلب. كان متكبر لدرية ان هو لم يطلب المساعدة. فكلمة فين لوحدها معناها متكبر. المهم نرجع نقول تسعة وتراتين. انفين دي معناها وزاوة سكساس اللي هي دي. يعني ايه وزاوة سكساس معناها بلا نجاح. وعلى فكرة اخد بالك كلمة سكساسفل يعني ناجح وآه سكساس برضو معناها ناجح. سكسيد يعني ينجح. طيب اربعين نقط. اه معلش هرجع اقول حتى في تسعة وتراتين لو انت معنا في جروب تليجرام هتلاقي في ست جمل تقريبا ورا بعضهم بيتكلموا على موضوع سكسيد وسكسس والحاجات دي روح لهم خسارة ما تضيعهمش. اربعين ده كان ايه? خلاني عياط لما انفطرت من العياط يعني على الطريقة الحريمة فانت بتقول الفيلم كان مؤثرا جدا محركا للمشاعر عشان كتب تقول وعايز اقول لك ان كلمة دي معناها محرك للمشاعر على فكرة كان ممكن تستخدم منها كلمة وموفنج بيدوا نفس المعنى. طيب وعايز اقول لك برضو ان كلمة دي معناها متحرك. فلما تقول سيارة متحركة. الرياح المتحركة وهكزا. جينا عند الترجمة حضرتك. تعال نترجم للغة الانجليزية. اول جملة كده بقول لك الجملة دي عايز اقول لك ان الترجمة دي كلها انا مقلفها لك. فيعني ايه حاول ما تفتكسش في الترجمة عشان مزعلش منك. بعض الناس don't know how important. بعض الناس لا يقدرون مدى اهمية مساعدة شخص ما. عندما يكون في حاجة مأسة. الجملة التانية. شكرا. انها كلمة بسيطة جدا. that you may say not thinking of the psychological and emotional impact. شكرا. كلمة بسيطة جدا. التي لا. التي قد تقولها وانت غير مبال لي. اثرها النفسي. والوجداني الذي قد تخلقه او تتركه في او تجعل اخرين يشعرون به. تاني كده. الاثر النفسي. اه. physical and emotional يعني الاصر النفسي. والانفعالي او الوجداني. الذي قد تخلقه هذه الكلمة او تجعل الاخرين يشعرون به. اخر جملة بها في الترجمة اللي هي من عربي الانجليزي وكأني بعيت لك سالة برضو انا انا كتبها وانا قاعد كده يعني ما اجمل ان تعمل بجد. how nice it is to work hard. وان تحاول مرات ومرات. and try time and time. او ان try again and again. الى ان تستطيع شمس النجاح. till the sun of success shines. التي لا يمكن ان تنطفئ. this لا يمكن لشيء ان يخفيها. sorry sorry. the sun that nothing can hide from your world. the world that you. طبعا العالم الذي سهرته ليالين طويلة. the world that you have stayed up late for nights. لليلين طويلة يعني. لتخلقه نفسك. to build, to found, to sit, to make, to create, to yourself. اي واحدة من دول تنفع. انه النجاح الذي يخفف الم المذاكرة وهجر الفراش طوال العام. it is that success that can ease the pain of studying and leaving your bed for long nights. او طوال العام يعني نصا. along the year. اتمنى الامتحان ده يكون قدم لك ملحوظة جديدة ومعلومة جديدة. اتمنى انك قبل ما تمشي تعمل لايك للفيديو. وتشترك في القناة. وعلى فكرة تابعنا كل اسبوع ان شاء الله. هنعمل امتحان على وحدة. النهاردة ده امتحان الوحدة الرابعة. امتحان الجاي هيكون على الوحدة الخمسة. اتمنى ان الامور تكون ماشية معاكم على ما يرام. تابعونا في بنوعاتكم بمراجعة تليق بكم. زي ما تبقى بقول دايما. آآ هنحل مع بعض من تلات كتب. لو عندك اسئلة اسألني. انا معاك اكتب لي تحت في دعوة جميلة كده او اكتب لي اي حاجة انت عايز تقول هالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.